سوف نحل الأسئلة الموجودة في كتاب الوركبوك أي الكتاب غير الملون سوف نحل الأسئلة مع بعض نفتح كتبنا صفحة رقم 3 عشان نحل الأسئلة مع بعض فرع A and B لنبدأ A read, look and complete اقرأ وانظر وأيضا سنكمل الفراغ لنبدأ لدينا أربع كلمات عشان نحل هذا السؤال يا خامس لازم نعرف معاني الكلمات نستذكر معاني الكلمات مع بعض mirror بمعنى مرأة alarm بمعنى منبه counting بمعنى تعداد أو يعد أو يحسب right away بمعنى فورا أو حالا uh-oh بمعنى يا إلهي again عشان نعرف انحل الأسئلة لازم نعرف معنى كل كلمة موجودة في السؤال for example let's answer number one فراغ I dropped my paper on the floor عشان أعرف الإجابة هون بهذا الفراغ لازم أعرف شو معنى الجملة عشان أعرف أحل for example I dropped my paper on the floor يعني أنا أوقعت أوراقي على الأرض مرأة لقد أوقعت أوراقي على الأرض ما بتزبط alarm لقد أوقعت أوراقي على الأرض يعني منبه أو تعداد لقد أوقعت أوراقي على الأرض ما بتزبط إذن لازم نختار الكلمة الصحيحة الكلمة الصحيحة هي uh-oh ليش uh-oh؟ لأنه معناها يا إلهي لقد أوقعت أغراضي على الأرض تعطي معنى التعجب معنى تعجبية جملة تعجبية let's answer number two I did not hear the farag go off at 7 a.m نعرف من الرقم 7 a.m اللي هو الوقت إنه we are talking about an alarm نحكي عن منبه so لم أسمع المنبه عندما دق جرسه أو رن على الساعة السابعة صباحا number three look at your face in the نحن وان منطلّى على وجهنا الصبح لما نقوم الصبح ونغسل وجهنا وان منطلّى in the mirror so we look at our faces in the mirror look at your face in the mirror let's continue I know you need it fast من كلمة fast سريع لما قلّك بدي إشي سريع سريع شو بتقولي لي رح أعملو فورا حالا so I know you need it fast أنا بعرف أنه أنت بحاجة هذا الشيء بسرعة so I will do it right away حكينا معنى right away حالا أو فورا he was the number of apples he had معه مجموعة من الأبلز في عنا كلمة numbers numbers يعني أرقام شو بنعمل بالأرقام we count them so he was counting بعد الأرقام التفاحات التي كانت لديه so this question هذا السؤال لازم نعرف معنى كل كلمة أو معنى الجملة كاملة عشان نعرف نحل يا خامس let's go to this game this is a crossword كلمات متقاطعة we are going to note find the word for each definition under down and cross بمعنى السؤال بدنا ندور على الكلمة لا هذول التعريفات فيه إشي اسمه down down يعني نزول cross يعني تقاطع أفقي يعني عمودي وأفقي let's know them together to calculate calculate وحاولوا تعيدوا من ورية خامس to calculate calculate معناها to count count يعني count نتذكر مع بعض count معناها يعد يحسب تعداد إذن to calculate معناها count وحلوا السؤال يا خامس على الكتاب مش ننسى a thin flat round cake thin معناها رقيق يعني نحيفة flat ممكن تيجي نحيفة ممكن تكون منفوخة round cake كلنا بنعرفها وعدنا نحكي عنها بالصف وكلكم بتحبوها حكينا بنحط عليها عسل أو مربة or something like that it's pancake 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 we can do it هيها pan cake this is it number two pan cake so a thin flat round cake is a pancake now a cross a cross يعني أفقي نروح بالأفق هيك now the front part of the head طلع على راسك أو على راسك إيش أول إشي بالمقدمة عنا something called face what is the face اللي هو الوجه وجه الإنسان so the front part of the head يعني مقدمة الرأس أو الجزء في مقدمة الرأس اللي هو the face adverb that refers to what is real or true adverb يعني حال نستخدمه عشان نحكي عن إشي واقعي أو حقيقي اللي هي حكيت لكم في إلها أكتر من من اللفظ وهي actually 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 معناها في الواقع أو في الحقيقة real or true معناها واقعي أو حقيقي something used to write homework on إشي منستخدمه عشان نكتب عليه واجباتنا شو هو يا خامس اللي هو notebook 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 اللي هو دفتر الملاحظات أو الدفتر العادي so I want you please بدياكم تكتبوا هاي الحل على الدفتر أو عفوا على الكتاب إن شاء الله and thank you for listening شكرا لإستماعكم خذوا حذركم إن شاء الله تكونوا بخير نستوضعكم الله والسلام عليكم